الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه اللهم إنا نوحدك ولا نحدك ونؤمن بك ولا نشبهك ونعبدك ولا نكيفك ونعتقد أن من شبهك بخلقك ما عرفك سبحانك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء نفس الفداء لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الحبيب أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم إخوة الإيمان والإسلام نتقدم بخالص العزاء إلى أسرة شيخنا وأستاذنا ومربينا وصاحب الفضل علينا فضيلة الأستاذ الدكتور طاه الدسوقي حبيشي أستاذ ورئيس قسم العقيدة في كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء هذا الشيخ المربي الفاضل صاحب الفضل علينا الذي كانت له أياد بيضاء ناصعة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة والمحافظة عليها ورد شبهات المضللين والمحرفين وإني لأذكر في أول محاضرة ونحن في كلية أصول الدين لما اجتمعنا به وكان وكان أبا حنونا معلما ناصحا مرشدا مربيا فاضلا رحمات الله عليه هذا الشيخ الفاضل يعني الذي فقدته الأمة الإسلامية كان من الأخفياء يعني لقد انهدم ركل من أركان الأزهر الشريف ورد في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نسأل الله أن يعوضنا خيرا منه وأن يرحمه رحمة واسعة وأن يرزق أهله وأحبابه وطلابه ومريدينه أن يرزقهم الصبر على فراقه وأن يجمعنا به في جنات النعيم فإني أذكر أنه في حفل المولد في الشهر الماضي يعني ما يقرب من عشرين يوما وكان يعطي محاضرة وكأنه يعني ينعي نفسه لطلابه فقال لنا إن لم نجتمع بعد ذلك فالملتقى الجنة فالملتقى الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وما أحسن من قال قل ما تشاء فإنها أقدار قبل الموالد تكتب الأعمار والناس في ركب الحياة تمشي الهوينا والقبور قرار نعم إنه الموت الذي لا بد منه إنه الموت الذي لا حياد عنه لا مفر ولا مهرب منه إنه الموت سيف مصلة على الرقاب لا ندري متى ينزل أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في البر كنا سواء كنا في البر أو في البحر أو في الجو أو في أي مكان فلن يستطيع فلن تستطيع الحصون أن تمنعك من ملك الموت سيدنا عزرائيل عليه السلام فالعاقل الذكي الفطن هو الذي يستعد لهذه اللحظة هو الذي يتوب إلى الله عز وجل هو الذي يقدم التوبة يبادر قبل فوات الأوان الذكي الفطن هو الذي لا ينشغل بهذه الدنيا وملذاتها بل عليه أن يستعد في كل لحظة عليك أن تستعد إلى هذه اللحظة أن تستعد إلى اللحظة التي يأتيك فيها ملك الموت سيدنا عزرائيل عليه السلام فإن كنت عبدا تقيا صالحا يبشرك يقول لك أبشر يا ولي الله بجنة الله ورضوانه وأما إن كنت غير ذلك أعاذنا الله من ذلك فيقول لك أبشر يا عدو الله مستهزئا به أبشر يا عدو الله بسخط الله وعقابه فالعاقل الذكي الفطن هو الذي ينظر من أي الفريقين تحب أن تكون من أهل السعادة والنجاة فأعمل لذلك ولكن إياك أن تخسر إياك أن تكون من الخاسرين لو خسرت الدنيا وما فيها فإياك أن تخسر الإسلام إياك أن تخسر الإسلام لأن الإسلام به النجاة به النجاة من الخلود الأبدي من نار جهنم لذلك أيها الأحبة أحببنا أن نتكلم اليوم عن صفة عظيمة من صفات المتقين من صفات عباد الله الصالحين من صفات المؤمنين من صفات أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ألا وهي صفة الصبر والصبر والصبر بجميع أنواعه ضياء للقلوب والصبر بجميع أنواعه ضياء للقلوب فعلينا أن نتق الله وعلينا أن نكون مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أمر من الله استعينوا بالصبر والصلاة والصبر أيها الأحبة الصبر هو قهر نفسي ليس أمرا سهلا الصبر هو قهر نفسي هو قهر نفسي أن تقهر نفسك على أي شيء على لذيذ وحملها قهر نفسي وحملها على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله فالصبر أيها الأحبة الصبر بجميع أنواعه ضياء للقلوب والصبر أنواع ثلاثة الصبر على ما افترض الله والصبر على أداء ما أمر الله والصبر عما حرم الله الصبر على ما افتلاك الله به والصبر على أداء الفرائض والصبر عما نهاك الله عنه سبحانه وتعالى فالصبر أيها الأحبة كما كنا هو ضبط النفس قهر النفس ضبط النفس وكفح جماحها عند الغضب لذلك ورضى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد السرعة يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس يغلبهم إنما الشديد إنما القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب الذي يملك جماح نفسه لا يطلق لنفسه العنان فيفعل ما يريد والصبر أيها الأحبة من الواجبات القلبية الصبر الصبر من الواجبات القلبية معنا اتصال أيها الفندم فضل يا فندم أيها الفندم أنا مدام بربي يتام وفيه جارة لي بتأذيني أوي 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 بتطلع علي كلام وحش وأنا في حاله ملتزمة بالله فمش عارف أعمل معها آية فندم بالله عليك ادعيلي بالهدى والإيمان ويطمق القلب ويصبرني عليها إن شاء الله لذلك اسمع الحلقة إن شاء الله واصبري وسلمي أمرك لله وحاولي أن تحل الموضوع يعني الإنسان إذا صبر على جاره يكون له ثواب عظيم بإذن الله فكما كنا أيها الأحبة الصبر من الواجبات القلبية القلب أيها الأحبة هو أمير الجوارح القلب هو أمير الجوارح وسمي قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب هو أمير الجوارح وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه بل قالوا القلب هو أشد أشد تقلبا يعني من الماء عند الغليان يعني أنت لما تضع الماء على النار لما يغلي لما تنظر إلى شدة غليانه قالوا القلب هو أكثر تقلبا من هذا الماء على القدر عند غليانه ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زيك فضلت الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا لو سمحت فضلت الشيخ أنا عايز أسألك سؤال بس اتفضلي أنا بصلي بس مش منتظمه على الصلاة ونفسياتي تعبين قوي وأنا متجوزة ومعي عيلين ووجوهي هو كمان مش بيصلي خالص وعلى طول قاعد أكثر أو أقاته يعني في الحمام وبيكلم نفسه كتير قوي مش عارفة يعني إحنا حالتنا قرب شوية ويعني مرتبكة مش مرتاحة يعني من اللي هو بيعمله على طول كده بيشرب سجارة على طول على طول بيسب الدين يعني مش عارفة بصراحة فضلت الشيخ حاضر فيه سؤال تاني؟ الله يشترك شيء الله يبارك فيه يعني كثير من الناس يعني يشتكون من الهم والمشاكل والمصائب وعدم الاتفاق وكذا ولو نظرنا الإنسان إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى يعني مثلا بالله ناس وهذه ظاهرة ينبغي أن ننتبه لها ألا وهي مسبة دين الإسلام ينبغي أن ننتبه الإنسان ينبغي أن يحذر لسانه اللسان هذا العضو الصغير قال العلماء عنه جرمه صغير ولكن جرمه كبير كان ورض في الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خاطب لسانه وقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم فإني سمعت رسول الله يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه وعنى اتصال وعليكم السلام ورحمة الله نعم يا حجة ولدي ولدي تعديلنا عزتك للشيخ كده وقوله ولادك أيوة يضربونك أعوذ بالله الله يلطب المسلمين حاضر يا حجة حنوجه لهم رسالة حاضر عزة قلمك يا حضرة الشيخ وقال معي واض بعد ابنك خلاص خدي التليفون على الشاشة خديه فالإنسان عليه أن يحذر اللسان أكثر خطايا ابن آدم من لسانه فالإنسان عليه أن يحذر هذا اللسان واللسان قد يكون سببا في خروج الإنسان من الإسلام مثل ماذا بعض الناس الذين إذا غضبوا ونحو ذلك أو يمزحون نراهم يسبون الله عز وجل أو يسبون دين الإسلام العظيم أو يسبون الملائكة أو يسبون الأنبياء أو يستخفون بما عظم الله من شعائر الله كالصلاة والأذان والحج والأضحية ونحو ذلك بما عظمه الله سبحانه وتعالى الذي يقع في شيء من ذلك كما سبت دين الإسلام هذا ينبغي عليه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الرجوع إلى الإسلام بعض الناس ماذا يقولون أستغفر الله لا هنا هو خرج من الإسلام بهذه الكلمة ورد في الحديث النبي قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا أي مسافة سبعين عاما في النزول وذلك منتهى جهنم وهو خاص بالكفار لماذا؟ لأن المسلم لا يصي إلى قعر جهنم ورد في حديث آخر رواه الحاكم في المستدرك النبي قال الويل واد في جهنم بعيد قعره مسيرته أربعون عاما النبي قال لا يدخله إلا الكافر فما بالنا بالسبعين فالإسان يحذر وينتبه معنا اتصال اتفضله أستاذ مريم معنا اتصال ارزفنا الصبر إن شاء الله ويا لاتحذر تتحذر الناس إن الدنيا قريبة مش مستاهل الناس اللي بتدعي بالباطل والزور البهتان على خطومهم على أعداءهم يتذكروا اليوم اللي حيقابلوا فيه ربنا وحيقعدوا فيه في القبر حاضر الدنيا قريبة حضرتك يعني في ناس تربيتهم ونشأتهم بتخليهم يدعوا بالباطل والزور البهتان على خطومهم وأعداءهم صحيح عشان يشوفونه في أسوأ حال صحيح يعني ربنا موجود يتذكروا إن ربنا موجود وحيتحاسبوا على كل لفظ بيلفظوه من أفواههم حيتحاسبوا عليه يوم موقف الله العظيم لذلك احنا بنتذكر يا حق وإن شاء الله الله يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أمين والدنيا قريبة الدنيا مش مستهلة احنا آخرتنا حنضفن في قبر صحيح وحنلاق ربنا وساعد منضفن في قبر حتكون قيامتنا في هذه الساعة صحيح هذه الحقيقة الإنسان عليه أن يدركها بارك الله فيك ربنا يجعلنا ومعنا يتصل تاني ألو أيوة محضر تفضل يا فني الشيخ معاك يتفضلي ماشي أنا معايا السبعية أنا معايا السبع نعم دعوزي مرتعي يعني معايا راديو معايا دووت معايا فلوس بس غلبا خالص فرام أخواته دعوزينا عليه مم بعدين أخواته معايا أخواته مدوزة فيسكندرية وهي ماسك كل حاج عليه من دول أخواته كل أخواته كلهم يعني مرتعين من دول حقوق مبو ميت وكل حق ورقيت دات السبوع اللي فاتخلت مدادة وذكرت دوم جوج وأخذت عشان نتلاحظ ناتحظ وحقه كده أنا معايا ابني سعبان برضو السعبات وقل عظم رزمي شوفي حد كبير يا حقه في العيلة يرقعي له شوفي حد كبير في العيلة يرقعي له يقدر أنه يرقع لكم الحقوق بتاعكم أو الجائل القانون فلو نظرنا أيها الأحبة علينا أن نحذر نعود للسؤال الذي كان قبل ذلك أن الأخت التي ذكرت أنه جوزها بيسب الدين فنحذر أيها الأحبة مسبة الدين مخرجة من الدين ومن وقع في شيء من ذلك عليه أن ينطق بالشهادتين بنية الرجوع إلى الإسلام ثم بعد ذلك يقول أستغفر الله وهنا الغضب ليس عذرا له لأن حالة الغضب التي تكلم عنها العلماء يكون كأنه فقد عقله بيكون وصل إلى حالة لا يستطيع أن يفرق بين السماء والأرض أما أغلب الناس لما تسألوا لك كم معايا فلان وفلان وفلان وقلت كذا يعني كان مستحضرا كان حاضرا الذهن كان مستحضرا لما يقول فالإنسان يحذر الإنسان ينتبه ويحذر من ذلك كله كمان أيضا الإنسان لا يكون بعيدا عن الصلاة لا يترك الصلاة ولا يتطهر معنا اتصال سلام عليكم وعليكم السلام إزايك يا شيخ أهلا وسهلا ومرحبا أبو الله حضرتك أنا عندي شغل رجلية الاتنين إن شاء الله الله حضرتك يعافيك ودمور في إزاع لي وكنت عملت جهاز اللي هو طبع المعاكم ده تبع وزارة التضاعم نعم ودلوقتي الجهاز هو حضرتك أما أنا لبسته جاب ثلاث شهور في رجلية تعبني جامع فأنا ما رفضت الرجل هو بيعمل للجيزة دي ثاني قال لي لأ اللي هو بتاع الحكومة مش لازم الخاص أفضل لأي لأنه يقول الخاص إحنا بيهتم ويبني معنا الضحة نعم فأنا أنا بس الثلاث شهور ده متابنج من درجة ربي حضرتك بالشمال أنا أعتفي البيت دلوقتي حضرتك أنا أنا أفرج على حضرتك أنا أعتفي البيت أنا شغال على فكرة كاتب فأحد يعني وردت الضحة وعند زوجة وعند بيت وعند أطفال الله يبرك لك أمين يا رب وأنا بس محتاج وأنا رفط رجل بتاع جهاز ده قال لي أعمل جهاز تاني بس لأحنا أقول لأحنا بفلوس يعني تحتاج حد يساعدك في هذا الأمر طيب إن شاء الله أترك رقم التليفون مع الكنترول وإن شاء الله يعني سنحاول قدر المستطاع يعني من يستطيع أن يساعد مثل هذه الحالات فليسارع هذا هو الذي يبقى في الآخرة بإذن الله تعالى معنا اتصال آخر ألو 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 تفضل يا فنم السلام عليكم إزاي خضرتك وعليكم السلام ورحمة الله لو صحنا كنت عندي سؤال والسؤال دا يعني كنت تعيدني وحيارني شوية فضلي لما مثلا بيخصر مثلا انفصال ما بين الراجل والسيد نعم أو بيخصر رجوع تاني حال دا فعلا قدر من ربنا الهمة يجمعوا تاني وأنه مثلا ببضغط من الأحل أو مثلا هي مثلا عشان مش قادرة تأخذ القرار وأنه فعلا هو نصيبها تاني لهياة الدنيا يعني حاضر حاضر في سؤال تاني لا يا فندم شكرا بس ياريت حضرك تقول لي يعني تريحني عشان مثلا أنا كنت أنا حسة هل جير فعلا هو قدر من عند ربنا هو نصيب تاني هو كل شيء يحصل يحصل في الدنيا بتقدير الله كل شيء يحصل للإنسان هو بتقدير الله عز وجل ومعانا اتصال تاني علو تفضلي يا فندم سلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا فندم يا سامحتي يا سيدنا الشيخ تفضلي أنا متزوجة بقى لي 22 وزوجي كان مع ثلاث بنا نعم حياتنا يعني أنا حنا حياتنا كويسة بس ظروفنا يعني على حدها سوية الحمد لله ولقيت نفسي مع البنات أنا أخدار من أم ليهم وربنا وربنا أنا لجانب بنت بس أنا مديها تمامي قول لهم والبنت الزغلالة على إيدي مديها تمامي خلص لها خالص نعم وبس تفضلي يا سيدنا الشيخي أنهم بيعملوا حاجات تفضلي مع بعضيهم بيعملوا إيه حاجات تفضلي مع بعض الصوت بس مش واضح بيعملوا حاجات إيه مش كويسة مع بعض ما هذا يعود للتربية مطلوب أنت يعينك تكون عليهم تنتبه لهم كويس تنبهيهم وتحذريهم وتعرفيهم الصح من الغلط وأنت إذا صبرت على ذلك يكون لك أجر عظيم يعني أنت لما تربيهم كويس كأنهم ولادك من صلبك يكون لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى والله يجزيك على ذلك أجرا عظيما تجدينه في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى ومعنا اتصال آخر فضلي يا سيد أميرة أعلم أما للسؤال الأخت اللي سألت إنه إذا انفصلت ورجعت لجوزها وإنه ده نصيب وقدر ولا بسبب الأهل لا بد وأن نعلم أن كل شيء كل شيء يحصل للإنسان هو بتقدير الله سبحانه وتعالى بقضاء الله وقدره ورضى في الحديث من أركان الإيمان الستة وأن تؤمن بالقدر كله خيره وشره حلوه ومره يعني ما كان أي المقدور ما كان منه ما هو خير ومنه ما هو شر منه ما هو حل ومنه ما هو مر فالإنسان كل شيء يحصل له في هذه الحياة هو بتقدير الله عز وجل ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان ليس له اختيار لا الإنسان الله أثبت للعبد مشيئة الإنسان مختار تحت مشيئة الله عز وجل الله قال قال الله سبحانه وتعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ فاللَّهُ أَثْبَتَ لِلْعَبْدِ مَشِيئَةِ وَلَكِنَّ مَشِيئَةَ الْعَبْدِ تحت مشيئة الله عز وجل فالإنسان لا يخلق أعماله إنما الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء خلق الإنسان وأعمال الإنسان قال الله تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ والله خلقكم وما تعملون ما هنا مصدرية وما بعدها يؤول بالمصدر أي والله خلقكم وخلق أعمالكم ما كان منها من خير وما كان منها من شر ما كان منها اختياريا وما كان منها غير اختياري الله خالق كل الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فخالق لعبده وما عمل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأعمال الإنسان الله قدر كل شيء يحصل في هذا الكون ولكن العبد له اختيار ولكن اختياره تحت مشيئة الله فالإنسان يحسن الاختيار يعني ينظر إلى الأسباب لو حصل انفصال أو لو كان مثلا أراد أن يتزوج النبي أرشادنا علمنا الإنسان يأخذ بالأسباب قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه لم يقل من جاءكم من ترضون ماله لم يقل من جاءكم من ترضون جماله لم يقل من جاء من جاءكم وترضون منصبه أو جاهه قال النبي قدم الأساس قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فالواحد الواحد سواء كان رجلا أو كانت امرأة الواحد ماذا يعمل عليه أن يحسن الاختيار أن يحسن الاختيار فالإنسان كل شيء يحصل في حياته هو بتقدير الله عز وجل على حسب ما شاء الله وقدر وكذلك أيضا الإنسان هو يوجه قصده يوجه قصده نحو عمل الشيء فيكتسب الأمر سواء كان خيرا أو شرا يكتسبه بمشيئة الله سبحانه وتعالى ومشيئة العبد قنة هي تابعة لمشيئة الله فالإنسان مختار تحت مشيئة الله عز وجل فالإنسان يحسن الاختيار ويتوكل على الله سبحانه وتعالى إن كان يستطيع أن يكمل فليتوكل على الله وليصبر وليحتسب وإن كان وجد نفسه لا يستطيع أن يتحمل وجد نفسه أن هذا الإنسان الذي معه يعني لا يصلح أن يكون أبا لا يصلح أن يكون زوجا لا يصلح أن يكون مربيا فيحاول فإن انقطعت كل السبل وحصل الفراق فالدنيا لم تنتهي لم تنتهي الدنيا عند هذا الحد وعند هذا الأمر ولعل في ذلك خير فالإنسان المهم أن يعرف كيف يختار كيف أن يختار أمره ويحدد يعني ينظر إلى الأسباب التي تعينه على الاختيار الصحيح وفي النهاية كل شيء بتقدير الله عز وجل سواء يعني لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقدير الله سبحانه وتعالى هنعود إلى حديثنا الصبر نعود إلى حديثنا الصبر الصبر أيها الأحبة كما كنا الصبر بجميع أنواعه ضياء للقلوب وكنا الصبر أنواع الصبر على ما افترض الله وهو من الواجبات القلبية يعني من الأمور التي تجب على الإنسان بقلبه ويعتقدها بقلبه فالإنسان إذا نزلت عليه مصيبة إذا نزلت عليه بلية عليه أن يصبر وأن يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنك إن صبرت يكون لك الأجر عند الله لو صبرت يكون لك الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا يكون إلا ما قدر الله وإن اعترضت على الله والعياذ بالله تعالى وهذا أول كفر حصل الاعتراض على الله لما اعترض إبليس على مولاه سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فإبليس أول كفر كفره كان بسبب الاعتراض على الله عز وجل فالإنسان إذا لم يصبر واعترض على الله عز وجل اعترض على قضاء الله اعترض على أمر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون إلا ما قدر الله وهذا الإنسان يعني لو اعترض اعتراضه لن يغير من قدر الله شيء اعتراضه لن يغير من الأمر شيء بل هو الذي يكون خاسرا ولا يكون إلا ما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى فالإنسان عليه أن يصبر عليه أن يعتقد ذلك بقلبه أن يكون هذا الأمر في القلب وهو من الواجبات القلبية الصبر وكن الصبر أنواع الصبر على ما افترض الله كيف الصبر على ما افترض الله الواحد منا الواحد منا إذا نظر إلى الأوامر التي أمره الله بها سبحانه وتعالى فإذا أراد مثلا أن يؤدي الفرائض هذا يحتاج من الإنسان إلى صبر يحتاج أن يحمل نفسه وأن يقهر نفسه على أداء هذه العبادات لأن أحيانا الأمر لا يكون سهلا مثلا لما يأتي رمضان في شدة الحر في شدة حر الصيف كثير من الناس يتساهلون فلا يؤدون هذه الفريضة فهذا يحتاج منهم إلى صبر إلى حمل أنفسهم إلى قهر أنفسهم على أداء هذه الفريضة وعلى تحمل يعني شدة العطش في حر الصيف لماذا؟ تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى لأن الله افترض علي هذا الأمر نحن الآن في فصل الشتاء كثير من الناس يتكاسلون عن تأدية الصلاة لماذا؟ بدعوة أن الماء بارد وبدعوة أنه لا يستطيع أن يتوضأ لأن الماء بارد ونحو ذلك فيحصل عنده كسل أو مثلا يكون خارج البيت فيقول أنا أؤجل الصلوات إلى أن أعود في الليل إلى البيت وأصليها جميعا هذا يكون ضيع الصلاة من ترك صلاة واحدة بلا عذر شرعي هذا يكون فاسقا هذا يكون مرتكبا للكبيرة هذا يعني ينزل عليه غضب الله سبحانه وتعالى هذا يعني يكون على حافة الخطر إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما افترض الله عليه وهنا أيضا ينبغي أن ننبه على شيء ألا وهو أن كثيرا من الناس حينما يتركون بعض الصلوات مثلا يكون نسي صلاة أو تكاسل عن أدائها أو نام فضاعت منه الصلاة هذا الإنسان أحيانا لا يؤدي هذه الفريضة أو أحيانا يقول أؤديها غدا مع الفريضة الأخرى لا الإنسان يسارع بقضاء ما عليه ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك من نام عن صلاة يعني من خرجت منه الصلاة بعذر وهو النوم لأن النائم ليس عليه حرج فمن نام عن صلاة أو نسيها هذا لمن تركها وكان معه عذر النوم ونحو ذلك فكيف بمن تركها وهو مستيقظ وهو هكذا ينبغي أن ننتبه لأن في بعض الناس ماذا يقولون يقولون الإنسان الذي ترك الصلاة إذا أراد أن يصلي بعد ذلك يقولون له أكثر من النوافل النوافل لا تفيده لا تنفعه الآن لماذا؟ لأن دين الله أولى بالقضاء عليه أن يقضي أولا الفرائد التي تركها سواء بعذر أو بغير عذر ثم بعد ذلك يزداد بالنوافل لأن الفريضة يسأل عنها يوم القيامة والنافلة هنا لا تجبر الفريضة والنافلة هنا لا تجبر ما تركه من الفرائد فلننتبه ونحضر من ذلك الإنسان إذا كان ترك صلوات فائتة أو كان مثلا مضى عليه وقت لم يصلي وتاب إلى الله وتاب الله عليه وعاد إلى الله فليسرع بقضاء ما فاته من الصلوات الفرائد التي كانت عليه ولا ينشغل بالنوافل الآن لذلك قالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لماذا معذور بقضاء الفرائد من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور فهو مغرور فالإنسان عليه أن ينتبه عليه أن يحذر كذلك أيها الأحبة قلنا الصبر على مفترض الله فأنت في فصل الشتاء مع شدة البرودة تحتاج إلى صبر حتى تحمل نفسك وتقهرها على أداء الفرائد على أداء الصلاة ونحو ذلك إذا نزلت عليك المصيبة هذا يحتاج منك إلى صبر فالنوع الأول هو الصبر على مفترض الله عليك من الفرائد والأوامر كذلك الصبر عما حرم الله وهذا النوع الثاني الصبر عما حرم الله الأشياء التي حرمها الله عليك هذه أيضا الأمر يحتاج منك إلى صبر حتى تنتهي عن هذه الأمور حتى تنتهي عن هذه الأمور أليس ورط في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات النفس تميل إلى فعل الحرام النفس تميل إلى شهوات الدنيا ولكن العاقل هو الذي يحفظ نفسه هو الذي يحذر العاقل الذكي هو الذي ينتبه لنفسه جيدا ويحذر ويحمل نفسه عن البعد عما حرم الله سبحانه وتعالى وهذا النوع الثاني أما النوع الثالث وهو الصبر على ما ابتلاك الله به النوع الثالث هو الصبر على ما ابتلاك الله به وورض في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه إلا كفر الله له بها من خطاياه وقال إن أمر المؤمن كله له خير إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن ولا يكون هذا الثواب العظيم إلا للمسلم إلا للصابر فالإنسان عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله وليكن من عباد الله الذين قال الله فيهم وهذه صفتهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه صفة عباد الله الصالحين هذه صفة عباد الله المؤمنين الصابرين المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون معناه نحن ملك لله الله يفعل بنا ما يشاء الله يفعل بنا ما يشاء إن أصابتك سراء فاشكر ربك على هذه السراء إن أصابتك النعمة إذا نزلت يعني إذا إذا أعطاك الله النعم فاشكر ربك على هذه النعمة ولا تعصي الله بنعم الله وهذا الشكر الواجب الشكر الواجب هو أن لا يستعمل الإنسان نعم الله في معصية الله ألا تعصي ربك بنعمه التي أنعم بها عليك ألا تستعملها في معصية الله فالإنسان إذا الله سبحانه وتعالى يعني وسع عليه يعني أعطاه النعم الكثيرة عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى طب إذا ابتلاه الله إذا نزلت عليه المصائب إذا نزلت عليه بلية فهذا عليه أن يحتسب أجره عليه أن يصبر أن يصبر لله سبحانه وتعالى فإن في ذلك الفوز والفلاح والنجاح في الدنيا قبل الآخرة فالواحد يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا ينبغي أن يستحضره الإنسان بقلبه فإذا استحضر هذا الأمر يرتاح قلبه كثيرا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ما كان لك سيأتيك رغما عن أنفك حتى ولو لم ترضى أنت ما دام هذا الأمر قد قدر لك فإنه سيأتيك مهما حصل مهما اعترضك المعترضون مهما حاولوا أن يمنعوك من هذا الأمر فإن هذا الأمر سيأتيك لماذا؟ لأن الله قدر لك ذلك وأما ما لم يكن لك الشيء الذي ما كتب لك ما قدر لك فلن تحصل عليه مهما حاولت مهما جئت بأناس يساعدونك في الحصول عليه فلن تحصل عليه لماذا؟ لأن الله ما شاء لك ذلك لأن الله ما قدر لك أن تحصل على هذا الأمر فالإنسان يسلم أمره لله سبحانه وتعالى لذلك قالوا سلم تسلم سلم سلم تسلم سلم الأمر لله سبحانه وتعالى فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل معنا اتصال على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إزاي حضرتك فادرت الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بس فادرت الشيخ أنا متزوجة بقالي سنتين ولسه ربنا ما قرمنيش في خلفة بس جوتي كويس جدا معايا نعم بس عنده والدته بصراحة يعني هم على طول بياخدوا فلوسه وعلى طول عايزين 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 وهو ما بيخش حاجة عنهم تمام فلما باجي أعود معايا ومبعد كده هو ما يكونش موجود معايا وبتوقع تزن فيه وتشتم عليه وتتكلم عليه كلام مش كويس نعم وأنا ببقى نفسي أرد عليها لأن أنا بشوفه هو بيديها من قدامي ومن ورايا نعم فأنتها عندها عيال تانيين بيتوقع تشكر فيهم برغم أن هم مش بيعملوها نفس المعاملة ولا نفس الحنية اللي هو بيعملها لها هو أول حاجة عشان تكون يا حضرتك عارفة هو يعني أحسن وعمل اللي عليه وهذا ثوابه عظيم عند الله ولا يعني هجوا بحضرتك لذلك ورد في الشرع قالوا ورد في الشرع الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك هذا ثوابه أعظم من أن تحسن إلى من أحسن إليك لماذا؟ لأن النفس جبلت النفس خلقت النفس مجبولة هي النفس تحب هذا الأمر إذا إنسان أحسن إلي أنا أحسن إليه هذا يسمى من باب المكافأة أما الأصعب من ذلك إذا إنسان أساء إلي وأنا أحسن إليه إذا إنسان أساء إلي وأنا أحسن إليه هذا ثوابه عظيم عند الله تبارك وتعالى فهذا الإنسان هو بر بأمه عمل الذي عليه حتى لو أمه أساءت إليه حتى لو لم تتكلم عنه بالجميل بل ليس لك يعني أن تمنعيه من ذلك بل أن تكوني امرأة صالحة حثيه على فعل ذلك وأرشديه إلى ذلك وإذا أردت أن تنصح الأم انصحيها بالصبر انصحيها باللين انصحيها بالحكمة يعني بطريقة لا تؤذيها بطريقة يعني ليست فيها شدة ونحو ذلك بل أنت عليك أن تعيني زوجك على هذا الأمر فإنه إن اتقى الله في أمه سيتق الله فيك وإن أحسن إلى أمه سيحسن إليك فأنت عينيه على هذا الأمر واصبروا واحتسبوا أجركم عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم تجدوا جزاء لذلك المعروف في الدنيا فاعلموا أن جزاء هذا المعروف في الآخرة جزاؤه عظيم عند الله تبارك وتعالى ونقول لهذه الأم عليها أن تتق الله عز وجل عليها أن تحسن إلى جميع أبنائها وعليها أن تذكرهم بالخير فكلهم أبناؤها سواء الذي يعطيها أو الذي لا يعطيها فعليها أن تكون أم صالحة ذكية فطنة عليها أن تحسن وتعرف كيف تدير الأمور فنعود إلى ما كنا عليه الصبر الصبر على أداء الواجبات والصبر عما حرم الله والصبر على ما ابتلاك الله به هذا يحتاج منك إلى جهد عظيم أن تنزل عليك المصيبة فتصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ورد يعني من القصص التي وردت عن بعض الصالحين يروى أن هناك رجلا مر على إنسان يعني قد عمي بصره وهذا الإنسان مشلول يعني شل لا يستطيع أن يتحرك وملقى بجوار مزبلة والعياذ بالله وهذا الإنسان تسلطت عليه الدبابير تأكل من رأسه وأصابه الشلل في يديه فلا يستطيع يعني أن يحرك هذه الدبابير بعيدا عنه ومع ذلك مع كل هذا ومع كل هذه الحالة مر عليه رجل فسمعه يحمد الله يقول الحمد لله فهذا الرجل استغرب فجاء إليه وقال له يا هذا على أي شيء تحمد الله يعني كفيف ومقعة مشلول ولا تستطيع يعني أن يعني تهش هذه الدبابير عنك فعلى أي شيء تحمد الله فقال أحمد الله أن رزقني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا إلهي إلهي لو صببت علي البلاء صبا ما ازددت فيك إلا حبا وهذه درجة عالية درجة الصالحين درجة عظيمة أن يجد الحلاوة في البلاء الذي ينزل عليه لماذا لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي إلا عباده المؤمنين لا يبتلي إلا عباده الصالحين لماذا لأن البلاء إما أن يكون رفعة للدرجة أو مغفرة للذنب البلاء إما أن يكون رفعة للمنزلة والدرجة وإما أن يكون مغفرة للذنب مثلا أشد الناس بلاء للأنبياء أنبياء الله سبحانه وتعالى وأشدهم بلاء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك هو أعلى العالمين رتبة وأعلى العالمين درجة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى وإما أن يكون مغفرة للذنب الإنسان يكون عنده كثير من الذنوب والمعاصي فينزل عليه البلاء حتى تتحاشى وتتساقط عنه الذنوب حتى يخرج من هذه الدنيا نقيا لا عليه شيء فالإنسان يصبر الصبر ضياء للقلوب الصبر فيه خير عظيم ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد فالإنسان عليه أن يصبر على كل ما نزل عليه ونعيش مع هذه القصة أيضا التي وردت عن الصحابية الجليلة يوجد امرأة صحابية جليلة عظيمة هذه الصحابية مات ابن زوجها مات الولد ولد صغير مات فهذا الولد لما مات وزوجها كان في الخارج ما كان في البيت فهذه الزوجة العاقلة أم سليم ماذا صنعت ماذا فعلت هذه المرأة الصحابية يعني وضعت ابنها كأنه نائم ثم غطته ثم لما جاء ثم جهزت الطعام لزوجها فلما أن جاء لما جاء الزوج ما استقبلته بالصراخ وانظر ماذا حصل فانظر إلى تصرف هذه الامرأة فماذا صنعت هيئة الطعام لزوجها وهيئت نفسها أحسن ما تكون ثم جاء جاء زوجها فوضعت له الطعام فأكل ثم هيئت نفسها فحصل بينهما يعني ما يحصل بين الرجل وزوجته ثم بعد ذلك بعد أن قضى حاجته منها يعني وانظر إلى صبر هذه المرأة انظر إلى شدة صبرها وتحملها فلما أنقضى يعني أمره معها وقام فجلست معه وقالت له أرأيت لو أن جيراننا أعرون شيئا يعني لو الجيران إدون حاجة يعني استعرناها منهم فإذا طلبوا حاجتهم إذا طلبوا عاريتهم يعني هذا الشيء الذي أعرون إياه إذا طلبوه منا إذا طلبوه منا وهل لنا أن نعترض عليهم هل لنا أن نقول لهم لا نعطيكم إياه وهو ملك لهم فقال لها لا فقالت له اصبر واسترجع ولدك فإن الله قد استرد عاريتهم يعني هذا الولد الله تفضل به علينا وهذا الولد يعني الله سبحانه وتعالى قضى عليه بالموت فاصبر وسلم أمرك لله فقام الزوج وقال لها كيف صنعت كل هذا وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال له إن الله قد بارك لكما في ليلتكما فعلينا أيها الأحبة علينا أن نصبر علينا أن نصبر في كل ما ينزل بنا إذا نزلت بك مصيبة إذا ألم بك ألم أو بلاء أو هم أو نكد فإياك وأن تلجأ إلى الحرام إياك وأن تعصي الله تبارك وتعالى بل سلم الأمر كله لله سبحانه وتعالى إذا مات لك حبيب إذا مات لك قريب إذا مات لك من تحب فلتفعل مثل ما فعلت السيدة الجليلة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فلقد لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت وأخذت شيئا من طراب القبر وشمته تبركا وقالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام لعدنا لياليا فعلينا أن نصبر وأن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى حتى يكون لنا الثواب من الله تبارك وتعالى إخوة الإيمان والإسلام ها قد آزفنا الوقت وجئنا إلى نهاية حلقتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نلتقي بكم في الأحد القادم إن قدر الله لنا لقاء وبقاء نلتقي بكم في الأحد القادم في مجلس آخر من مجالس الخيرات والسلام عليكم ورحمة الله